أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي ودعم مصر جهود العراق لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم وخلال استقباله رئيس طيار الحكمة عمار الحكيم ثمن رئيس عبدالفتاح السيسي الدور البناء الذي يقوم به عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق من جانبه أعرب رئيس طيار الحكمة عن بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة الذي يمثله الرئيس السيسي وكذلك دور مصر كراكيزة محورية وضام أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة كما أكد الحكيم تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة معربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر